وسام الشخصية الثقافية العربية للعام الفائت في مسقط للأديب الكبير والمدار الهائل الدكتور عبد العزيز المقالح باب اليمن وروحها وفنارها وآخر جيل الشعراء والأفذاذ العرب الشاهقين والكبار في منتصف عقده الثامن يقضي حياته في صنعاء التي التصق بها روحا وفكرا وجسدا وكتب لها وعنها كأنفس مخلد عن مدائن العالم بريشة أديب مسكون بدهشتها وحبيس عشق لا يقوى على مغادرتها مهما لزم الأمر واقتضت الضرورة عشرات المؤلفات الشعرية والأدبية ومثلها من الجوائز والأوسمة ورئيسا لجامعة صنعاء نحو عشرين عاما ورئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني وعظم جامع اللغة العربية وأبرز أعمدة الأدب والنقد والشعر على مدى خارطة الضاد والعروبة المقالح صاحب وعد صنع المرجى والشهير الوعد الذي مهما طال ليله وتعذر وتعثر السفر إليه فحتمية الوصول إليه نبوءة مقالحية وموعد صبح آت يسحق الظلام والظلاميين وقدر محقق يغسل كل هذا الجذب والتبلد والضجر في قصيدته الصمت عار يعلن حربه على الخنوع والخرافة داعي للانتفاض بوجه الصمت وتكرار محاولة هد الجدار بالمعاول وفتح ثغرة للنور أو الموت دون الجدار وقوفا دون ملل وانكسار حتى غداة الانتصار المأمول من عتمة ظلام صنعاء والجاثم على صدرها من سنوات ومن سحبها المتحجبة بالمطر يتحسس المقالح صنعاء التي كتبها وأحبها مربتا وحانيا عليها وضجرا مغتما من حالها في خلجات وخطرات رانيا بعينيه إلى لا بد من صنعاء ولو طال السفر ترجمة نانسي قنقر